أنا لاحظت لديك لوحات ولديك منحوتات مزجت فيها بين الحداثة والتراثة في تقديري هل ممكن أن تشرح لي فكرة منحوتة بابل مثلاً والدبابة الأمريكية واللوحات الأخرى هذه منحوتة واللوحات الأخرى التي جسدت فيها مشاعرك تجاه بلدك العراق أنا بعد التسعين بدأت بأعمال عديدة تحت اسم بلاد السواد وبلاد السواد هو مصطلح تاريخي لأرض الغنى التي هي ما بين الرفيدين أنا بالنسبة لبلاد السواد غيرت السواد بالمعنى الحزن والتراجيديا وليس الغنى نعم فإنجزت مجموعة أعمال التي هي على القماش وأخرى بالنحت بالنسبة للدبابة التي على هيكت ثقورة لأنه بعد ما طلعت في جريدة تايمز أحد الآثاريين كتب مقال مهم جداً أنه كيف سمحوا للقوات البولندية أن تعسكر فوق بابل معناها بابل بالنسبة الموروث المسيحي والأوروبي شيء مهم وديني في جانب ديني كيف يمكن لهذه القوات أن تكون هناك فأنا استخدمت هذا التواجد للدبابة فوق هذا وسميته في حينها الوجه القبيح للاحتلال لأنه يفترض بالمؤسسات الأوروبية وحتى العسكرية منهم أن يعرفوا قيمة الآثار وقيمة التاريخ في هذا المجال خاصة في بابل ثم بعدها ما حدث للعلماء العراقيين اللي حوالي 456 عالم تم اغتيالهم بشكل منظم وبأسماء ومن قوميات وطوائف مختلفة بعد ما شع بعد 2003 بمصطلح المكونات وهالكلام الفاضي في حينها فكرت ما هو اللي ممكن أن أعمله فعملت عملين سميتهم يعني الروح الجريحة العراق الروح الجريحة عمل منها اللي هو حسان ومصاب الأسهم فوق حاملة دبابة عسكرية وتحيط به 500 وردة بيضة اللي هي إشارة إلى الشهداء أو إلى العلماء اللي تم اغتيالهم وفي عمل آخر أيضا استخدمت الحسان ضمن مساحة كبيرة من الزيت من النفط ولا اللي هو بشكل ما أنا أعتقد أن جزء من تدمير العراق هو محاولة السيطرة على ثروات طبيعية أيضا أنا لاحظت أنه هذه المنحوتة يقابلها لوحة رسومة الدبابة فوق الصور أي الصور وليس بابل هو لا هي الشكل الشكل هو اللي أخذت من استحارة من الزقورة لكن وضعت عليها صور الاحتجاج صور مختلفة للشعب العراقي هو لصيغة الاحتجاج اللي شاعت لما حدث من تدمير فأنا بالمعنى الأساسي هي بشكل ما احتجاج من قبل العراقيين على ما حدث بالنسبة لهم والدبابة هو رمز لما حدث من الاقتلاق نعم 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 موسيقى